لازم نعرف هنا البيليروبين هذا البيليروبين او الجوندس منين دايجينا؟ هو بصلا منين جدي الفكرة هذي كلها في كوريات الدم الحمراء الريد بلود سيل عندنا الهيم هذا الهيم اللي طبعا علي موجود الحديد مسؤول مثل نعرف انه هي تحتوى الهيموغلوبين هذا الهيم لما تتكسر الريد بلود سيلز هذا الهيم خلال المايكروفيج وغيرها لازم يتحول لمركب ثاني اسمه بيلي فردين وهذا البيلي فردين راح يتحول لنا الى مركب مهم اللي هو البيليروبين راح كتب به هذي وراح الونها هتي يبين البلي بلي روبين تمام هذا البيليروبين اللي نعرفه تمام؟ اللي تسمعون عليه المركب اللي ينطل لون الاصفر على كلين طيب هسا نجي للنهانا قسمنا الطلاب ما يعفون معلومته خاصة في المراحل الاولى كم نوع بيليروبين عندنا؟ البيليروبين يجينا على نوعين مهمين؟ واحد اسمه دايركت واحد اسمه ان دايركت واحد اسمه ان دايركت نفسه هي البيليروبين شنو الفكرة من الموضوع؟ هذا نوع البيليروبين اللي ينتجنا من التكسر الـ وتحولها الى الهيم فيها الى بيليروبين هذا هنا البيليروبين الآن هذا fat soluble دائب في الدهون هذا هنا الجسم خطر عليه ليش؟ لان يقدر يخترق ويروح يؤثر يدمر الخلايا خاصة في الدماغ لما يخترق البيفوسفوليبيد ليش؟ لانه ذائب في الدهون سهل علي اختراق الخلايا فهذا خطر هذا يسمو الان conjugated او الان دايركت يحبون الكروكية يعني يستخدمون كلمة ان دايركت بيليروبين ان دايركت طيب الان هذا الان دايركت بداية من جتي جتينا من تكسر الـ الان دايركت طيب هذا الان دايركت هسه وين راح يكمل طريقة؟ راح يروح الى الـ الكبد نروح الى الكبد طبعا الكبد راح يحوله من خلال الهيباتوسايت يحول هذا الان دايركت بيليروبين الى دايركت كونجيجيتد كلمة كونجيجيتد او دايركت نفس الفكرة يعني معناها مرتبط شنو مرتبط بشنو؟ مرتبط بجزيئة جلوكوز بطريقة معينة ما راح يدخل السر بتواصيلها الفكرة من عندها انه حتى يخليك تخليه من ذائب بالـ الى ذائب بالماء وتقدر تتخلص منه والطرحة بعد ما يصر له ضرر يصر له او يصر دايركت تتحول من ان دايركت الى دايركت ضرر يصر اقل يعني نسميه مباشر الان هذا غير مباشر على كل فهنان الهيباتوسايت الهيباتوسايت هذه غير مباشر خلية هيباتوسايت راح تحولنه يعني هذي بناخذ بهذا الشكل كمثال انه يخذنا خلية الآن من خلايا الكبد فراح تحولنه الان دايركت الى دايركت يعني من الى الى الان لو ردنا نرسمه هذا الى الان دايركت الان تحول الى دايركت والمزوياء انه صار عنده ربطه بجزئة سكر فيكون ذائب في الماء طيب من الانزيم اللي سوى هاي العملية ال اليو دي بي الانزيم اللي قام هاي العملية هو اليو دي بي غلو كورو نيل هذا مهم فالان بعدها ما راح يصير بهذا الدايركت الجسم راح يتخلص من خلال طرحه في البايول الكبد راح يطرحه في البايول من خلال المرارة الجول بلدر وايضا كومن بايول داكت اللي تجينه من الكبد وبعدين راح يفوتوا ويا قناة البنكرياس وراح يخرج فاذكروا هذا الخط الأخير اللي راح يروح بعدها الى الانتستن الى الامعاء وبعد ايضا يكمل هذا الخط فهنانا اذا تلاحظون انت عندك مراحل مهمة لنفرض كمثال لو زاد تكسر الريد بلد سيلز لو زاد تكسر الريد بلد سيلز سؤالي لكم يا نوع بليوروبين راح يزداد فكروا طبعا الجواب الان راح يكون ال اندايركت كونك راح تنتج ايش بليوروبين اندايركت اكثر لانه راح يتحطم اكثر فرح تنتج اكثر طيب لو صار عندك خلل في هذا الانزيم في الهيباتوسايت اليو دي بي ما راح تصير عندك عملة الكونجيغيشن فالاندايركت ايضا راح يصير به يزداد فطبعا الآن السؤال واضح اندايركت بليوروبين نفس الشي طيب لو الان انسدت عندك قناة انتبهوا علي ناذا راح اكتبه انسدت عندك قناة البيول دكت كومن بايول دكت او انسدت يعني هيباتيك دكت او الكومن بايول دكت بهذه الطريقة الان كان الدايركت بليوروبين هذا اللي بعد سوينا الكونجيغيشن وربطنا وصار دائب نقدر نتخلص منه الان هذا ما راح نقدر نخليه يخرج راح يرجع ويتراكم وين في الكبد ومن الكبد راح يرجع للدم بس ش راح يرجع مربوط ولا غير مربوط اذكر وصارت هنانا عملت الربط وخرج لكن هنانا انسدت القناة اللي يخرج منعدها خارج الجهاز الهضمي وبالتالي راح يرجع الدايركت في الدم فلو انسدت عندك المرارة يعني قناة المرارة السيستيك دكت كومن الهيباتيك دكت اللي تخرج منعدها البيل بالتالي راح يرجع لك الدايركت فرح يزداد فعندك حالة اللي يزدادبها الدايركت هي البوست هيباتيك يعني呀شي بعد الكبد لو شار عندك مشكلة لو جار لانسداد راح يزداد الدايركت ทيب الكبد والهيم اللي هي هي هيباتيك انت را هيباتيك و prayers راح يزداد عندك الان تاي ركت بهذا المعنى راح يزداد الان ودايركت لأنه طبعا أكيد واضح المسألة أنه راح يزدادون بهذه الطريقة فطبعا هذا شرح موجز للمسألة الهيموليتك أنيمي هي الخصائص ثانية إضافة إلى هذا الشيء أنه لما يتكسر الهوية بايو ماركار أيضا راح تزداد مثل اللاكتك دي هيدروجينيز وغيرها والكبد إذا طبعا تأثر الكبد الهيباتوسايت راح يزداد الانديركت آسف بيليروبين وإيضا راح يزداد عندنا الالت والأي اس تي لهايه أنزيمات الكبد وبالنسبة للمرارة القول بلدر لما عندك والسيستايتس والتهاب بالمرارة راح يزداد عندك القنوات الصفراء راح يزداد عندك أنزيم اسمه alkaline phosphatase alkaline phosphatase فاتذكروا فإذا قال لك alkaline phosphatase زايد ويديركت فهذه مشكلة في المرارة والقنوات تبعها أو البيل والقنوات تبعها إذا قال لك الAlt وAlt فهذه مشكلة في الكبد إذا قال لك اللاكتك دي هايدروجينيز طبعاً على أرقام معينة للدم إذا زايدة إذن هذه مشكلة تكسر في الريد بلات سيلز فبهذه الطريقة تكون افتهمت الموضوع بشكل سريع شكراً لكم وإن شاء الله ألقاكم في فيديو آخر دمتم بخير